السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا ابنائي عاملين ايه ان شاء الله النهاردة معانا حرف جديد من حروف اللغة العربية يلا بينا نتعرف عليه ونشوف هو مين من على الباب انا حرف الضاد ازايك يا حرف الضاد ازايكو يا اصحابي انت حرف كمري ولا شمسي انا حرف شمسي يعني ايه حرف شمسي لما يدخل علي الالف واللام ابقى مشدد واللام بتاعتك اسمها لام ايه اسمها لام شمسية يعني ايه لام شمسية اللام الشمسية تكتب ولا تنطق والحرف اللي بعدها لازم يبقى مشدد اهلا اهلا شرفتنا ونورتنا اتفضل جوه عندنا يا حلو زينا انا يا اصحابي النهاردة هتعرف معاكم على حرف الضاد حرف الضاد بنسميه حرف شمسي يعني ايه حرف شمسي لما يدخل علي الالف واللام يبقى مشدد طيب اللغة العربية بنطلق عليها اسم لغة الضاد لغة الضاد لان حرف الضاد ما فيش حرف شبيه له في اللغات الاخرى يبقى حرف الضاد يطلق على اللغة العربية بأنها لغة الضاد لأن ما فيش حرف شبيه لحرف الضاد في اللغات الأخرى طيب أول حاجة هنتعرف على أشكاله حرف الضاد طبعا شبيه يشبه حرف الصاد تماما باختلاف النقطة بيبدأ من هنا ويلف ويمشي على الصطر وينزل لتحت الصطر بالكاسة بتاعته ده شكله الأساسي طيب في أول الكلمة وسط الكلمة آخر الكلمة متصلا آخر الكلمة منفصلا دي أشكال حرف الضاد أول الكلمة وسط الكلمة آخر الكلمة متصلا آخر الكلمة منفصلا طيب نشوف كلمات عشان نعرف أكتر أشكال أول كلمة معانا في أول الكلمة حرف الضاد في أول الكلمة كلمة ضوء ضوء طيب في وسط الكلمة كلمة كلمة مضيء مضيء الهمزة على الصطر مضيء طيب في آخر الكلمة متصلا كلمة مريض 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 يبقى في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة متصلا وآخر الكلمة منفصلا نشوف كلمة مريض غرض 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 ده في آخر ايه؟ الكلمة منفصلا دي أشكال حرف الضاد أو الكلمة وسط الكلمة آخر الكلمة متصلا وآخر الكلمة منفصلا رقم اتنين هنتعرف على أصواته أصوات أصوات حرف الضاد طيب الضاد عليها فتحة يبقى سطها ضع ضع عليها ضمة ضو ضو عليها قسرة ضي ضي لها سكون ما نعرفش نسمع صوتها إلا بحروف قبلها تساعدها على إن صوتها يظهر طيب نشوف الأصوات دي بتظهر في كلمات ايه؟ أول حاجة نجيب حرف الضاد الفتحة كلمات ضو ضع 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 ايه؟ فتحة وجدت في وسط الكلمة مادة ألف اجتمع الفتحة واجتمع المادة الألف في كلمة واحدة في كلمة ضو ضع طيب صوت ضو ضو ضف ضع 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 ضد ضم ضع 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 كسرة ضي ضياء ضغط سكون مضرب. صوت الساكن ما يظهرش الا مع حرف قبله متحرك في كلمة مضرب. طيب واحنا عارفين على طول ان كلمة مضرب دي مسلا اسم. واحنا لازم نتعرف على الساكن بتاع الحرف من خلال الفعل عشان نتعرف على نوع جديد من الكلمات وهو الافعال ونفرق وبعد كده الفعل المضارع عن الامر وهكذا. طيب تالت حاجة هنعرف سكوناته من خلال الافعال. رقم تلاتة سكوناته. طيب انا هجيب الالف. والنون. والياء. والتاء. هيجتمعهم في كلمة انايتو الاف ونون وياء وتاء. انايتو الاف نون ياء تاء. طيب نشوف الكلمة اللي هنجيبها. الضاد الساكنة. اض. اض. النون والضاد. ند. الياء والضاد. يد. التاء والضاد. تد. 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 طيب نكمل الكلمة اض. رب. فعل ايه مضارع. اض. رب. ند. رب. يد. رب. تد. رب. يبقى دا فعل مضارع. يبدأ بحروف كلمة انايتو الالف والنون والياء والتاء. اض. رب. نض. رب. يض. رب. تد. رب. ودي كانت سكوناته. رقم اربعة. لاماتو. نشوف اللام بتاعة حرف الضاد. كلمة مثلا هناخد كلمة ض. ضو. كلمة ايه ضو. ندخل على الالف واللام تبقى اض. 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 ضو. اصبحت الفتحة شدت فتح. يعني حرف الضاد اصبحت مشددا لدخول الالف واللام عليه. يبقى اللام بتاعته هتسمى اللام الشمسية. لان هي اللام الشمسية من تعرفة? لما بتدخل على الحرف الشمسي ما بنسمعش صوتها. تكتب ولا تنطب. لان حرف الضاد من الحروف الشمسية. فاصبحت اللام لام شمسية. وانا بشبهها بالباب المفتوح للكلمة. يعني ما نسمعش صوتها. وندخل على طول على الحرف الاول للكلمة. اض. 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 وننطو كم مرة? مرتين. مرة ساكن ومرة متحرك. طيب دو. زي كلمة ضف. ضع. نجيب الالف واللام تبقى ايه? اض. اض. اه اصبحت الضاد الضامة شدت ضم. طيب. كلمة ضياء. ضياء. تصبح. اض. 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 مشددة. يبقى حرف الضاد عند دخول الالف واللام عليه يصبح مشدد لانه حرف شمسي واللام بتاعته تسمى اللام الشمسية. رقم خمسة مدود حرف الضاد مدوده. عندنا حرف المادة ايه اصحابي? الالف والواو والياء. ونسميها الحركات الطويلة. طيب. كل حركة من دول يشبهها حركة قصيرة. يشبه مد الالف في الصوت حركة الفتحة. يشبه مد الواو في الصوت حركة الضامة القصيرة. يشبه مد اليا في الصوت الكسرة الحركة القصيرة. وعشان يظهر معنا المد لازم يكون الحركة القصيرة المناسبة له موجودة معه في نفس الكلمة. طيب عايزين نجيب كلمة فيها مد الف. هنشوف كلمة ضارب. ضارب. مد الالف لازم الشرط بتاعه عشان يكون مد لازم الحرف اللي قبله وهو الممدود يكون على ايه? فتحة. طيب. كلمة وضوء. وضوء. مد ايه? واو. وشرط المد الواو اللي قبله يكون عليه ضمع. طيب نشوف مد الياء. راضيع. مد ياء. وشرط مد الياء ان يكون مد في الكلمة الحرف الممدود اللي قبله يكون تحته قصيرة. يبقى ضارب وضوء راضيع. ودي كانت مدود حرف الضعط. رقم ستة والاخير. تنوينات حرف الضعط. طيب. احنا عارفين التنوينات يا اصحابي التنوين بايه? تنوين بالفتح. تنوين بالضم. تنوين بالكسر. والتنوين ننطق نون بس ما نكتبهاش. نسمع صوت النون او ننطقها بس ما تكتبش في الكلمة. طيب. عشان يظهر معنا التنوين او ننون حرف الضعط لازم يكون في اخر الكلمة. كلمة فرد. 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 ندخل على تنوين بالفتح تبقى فردن. فردن. نسمع صوت ايه? النون او ننطقها بس ما نكتبهاش. طيب. التنوين بالضم تبقى فردن. فردن. طيب. لاحظنا في التنوين بالفتح وجود ايه? الف مساعد في حالة التنوين بالفتح. ولكن في حالة الضم ما بيحتاجش الالف ده. بنضع الضمتين فوق الحرف الاخير في الكلمة وهو حرف الضعط اليوم. طيب نشوف تنوين بالكسر فردن. كذلك التنوين بالكسر زي وزي تنوين بالضم. بنضع التنوين في اخر الكلمة على الحرف الاخير ولا نضيف الفا مساعدا للتنوين. ونسمع صوت ايه? النون بس ما نكتبهاش. دي الستة حاجات اللي عرفناها عن حرف الضد. اشكاله واصواته وسكوناته ولاماته ومدوداته وتنويناته. وبكده نكون وصلنا لنهاية حرفنا ونهاية حلقتنا. وان شاء الله اقابلكم في حرف جديد من حروف اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.